قتلوه فأحرقوه وتركوا جثته تنام بسلام هكذا كانت بداية المشهد لرد انتقامي لقطعان المستوطنين على ادعاءات مقتل ثلاثة مستوطنين بعد اختطافهم بالقرب من مستوطنة عطسيون جنوب الضفة الغربية تاركة جراحة بخضير تندمل وحدها وفي التفاصيل ردت اسرائيل بعمليات حمجية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية شملت الاعتقالات والمداهمات واختطاف نواب في المجلس التشريعي كل هذا لم يكفي حكومة ناتنياهو في حرب رفع الاسهم الانتخابية على الساحة الاسرائيلية فبادر بالقصف على مناطق متفرقة من قطاع غزة في الثامن من يوليو مخلفة قرابة العشرة شهداء وعلى مقربة من تشكيل حكومة الوفاق الوطني التي طوت صفحة الانقسام الاسود بدأت اسرائيل تمارس الضغوط على القيادة الفلسطينية بفك الشراكة مع حماس مشيرة لاغلاق كافة المنافذ على الحكومة حال استمرارها في غضون ذلك وجهت اسرائيل كل غاراتها الجوية والبحرية تجاه قطاع غزة لتكبد القطاع اكثر من الفي شهيد وقرابة العشرة الاف جريح عدا عن تدمير كل ما يتعلق بالبنية التحتية لتقلب نماذج الحياة رأسا على عقب فغدت المدارس منازل نتيجة النزوح من آلة الحرب الاسرائيلية وبيوت الله ما عادت لترفع فيها الصلاة من ركام دمارها دمر القطاع عن بكرة ابيه في وقت كانت تنادي فيه القيادة الفلسطينية لضبط النفس واتاحة المجال لعكس ما هي المطالب الفلسطينية والاسرائيلية من الحرب لكن عجزت كافة الاطراف عن الوصول المبكر لمبادرة مصرية لخصت كافة المطالب لكلا الجانبين هناك رسالة اوصلتها غزة واهنة في غزة ان الارادة الفلسطينية لا يمكن ان تكسر ايضا كمان رسالة سياسية بوابن الموحد في القاهرة ان شاء الله يطلع في انجازات للشعب الفلسطيني كاملة لأسرانا ايضا غزة العزة التي اعادت اعادت الحديث عن المقاومة وعن الانتصار وعن هناك الامكانيات التي بالامكان ان تهزم هذا الجيش الذي يعتبر نفسه انه هو الجيش الوحيد في الشرق الاوسط انه هو الكوة في الشرق الاوسط مكاومتنا في غزة لقد هزمته لقد هزته لقد فرضت عليه كل ما هو بالامكان من مطالب لهذا الشعب الفلسطيني في الثلاثين من يوليو الماضي تمكنت الجهود من ايقاف شلال الدماء بصورة مؤقتة وبدأت الاطراف تتميل على مسميات الهدنة الانسانية بداية وبعد ذلك محاولة تثبيتها لأكثر من 24 ساعة لتصل في ذروتها لخمسة ايام في محاولة البحث عن مخرج لكل الاطراف فلا احد يريد الحرب الا اسرائيل المتنصلة من التهدئ مساء الثلاثاء بمواصلة قصفها للمدنيين الفلسطينيين ومنازلهم ومحاولة اغتيال احد قادة المقاومة الفلسطينية هكذا اصبح واقع غزة حروب ودمار بفعل آلة الحرب الاسرائيلية فمشهد الحرب من قبل الاخيرة في العام 2012 كانت مشابهة تماما في حجم ضمارها غادر الوفد الفلسطيني القاهرة تاركا خلفه مرونة عالية لمحاولة التواصل لاتفاق مع الاسرائيليين ويبقى في ذهن المواطن الفلسطيني ايات الدعاء للجرحى وتبقى اسئلة الحرب تراوح مكانها هل ستتحقق مطالب الوفد الفلسطيني الموحد وهل سينجح العالم في اعادة اعمار قطاع غزة اما سؤال حكومة التوافق باستمراريتها فقد عكسته الجوانب السياسية الصلبة المتمثلة بوحدة الوفد الفلسطيني وتمسكه بحرية شعبنا وعدالة قضيته لتلفزيون الفجر الجديد خالد ابدير اشتركوا في القناة